انت وانت بتلعب بك ليفت اخدت احسن ثلاث سنين وربعد احسن لعب ثلاث مرات مظبوط ولكننا بتلعب مدافع بشوالك مهاجم وانحنا دوقتي بنعاني من الكورة المصرية سواء في الاندية الكبيرة اهل زمالك ممكن الزمالك فيه الى حد ما منتخب مصر بنعاني من الطرفين الجنب اليمين والجنب الشمال ورغم ذلك ان الاندية بتتعاقد مع لعيبة من افريقيا انت بشايف ان ده بيسبب اذا كبير جدا لمنتخبنا القومي طبعا انا كابتن انا بعتزب الثلاث مرات دول مرة جنان الوافت وعملت حفل مرة مجال التداد الاهلي استفتة ومرة جران المسر ده انا احسن لعب في مصر مش احسن ماركن احسن لعب في مصر دي حقيقة انا بعتزب يوم او او كابتن طبعا فيش كلام بصة كابتن مصطفى احنا عندنا رعيبة في مصر انا مسكت منتخبات الثلاث منتخبات مسكتهم ما انا عملت النجوم كتير موجود عشان الناس مش عاوزة عاوزة اللي عاجز لكن ات لا دورت ده كتير جدا لان مسكت تسعة وتمانين تسعين ومسكت تسعين واربعة وتسعين خد حققت بيب طولة والفين واحد والفين واثنين فالجهال كتير جدا انا اسماك كتير جدا اه اسماك كتير جدا ما شاء الله ولا قواته الا بالله اقول كده العيبة اقول مسلا حضرتك يعني ما انت دلوقتي اللي موجود في الساحة دلوقتي اسما فيصل زمالك ابراهيم عادل بيرامد كان حسام اشرف الزمالك عبدالغاني اتحاد الاتحاد الاسماك كتير جدا يمكن الزاكرة وابص بقى حياتك تسعين ومسكين ابو جبل اخضر حياتك شكري هشام سعد سمير اه كتير جدا انت اكتشفتهم بايه من الاقليم اه طبعا من التد انا بدور انا بسفر من حافظات مصر كلها 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 كابتن وانت مسؤول عن المنتجب الناشئين بص حياتك التلاتيال دول هما الموجودين بشكل خوي جدا في الكرة المصرية ده حقيقة ده اقولك اكتر من ساحبين تمامين العيد بفضل الله تعالى بس سكره في الاسماك بحياتك مفيش فرية كابتن يعني ما اسهبه جبل حضرتك اللي كان متقلق انا جيبه من اسيوت وجيبته من اسيوت راح الانبي وبعدين من الانبي على الزمالك وبعدين سموح برجع الزمالك تاني العلي لطفي الاهلي بسام متاع الجيش انا بفضل الله تعالى جايبه اكتشفتهم ازاي بسدور انا بصها كابتن ده لمسك منتخب الامانة مهمة جدا والعمل مهمة جدا الامانة مع العمل لازم الف في مصر كنت بتروح بالجهاز بتاعك ولا ولا الواحدة لا في اوقات الواحدة في اوقات الواحدة في اوقات كتير جدا ااخد العربية اخد احياتك ما اجيب اعراق متعاد وكور واروح انا الواحدة لان ما فيش حد هستحمل شغل انا بقى بتعب جدا وبكتعد عشان اقدر على اقل اعمل اللي عليا تبقى انت راضي من جواك ولازم اللي بيعمل منتخب يا كابتن مصطفى لازم يلف في مصر كلها كل ما حافظت مصر ازاي كنت بتختار اللعيبة المقاييس ان انت بتختارها دوها اللعيبة فيه جوانب كتير اجد ممكن جانب بدني السرعة ممكن جانب مهاري التمرير التحرك الوعي ممكن جانب خطتي ان بشوفه منظم عنده شخصية جانب هي دي الجوانب كل اللي بختار عليها ممكن الاقي خاطك جسمه مش مماء فحاجات كتيرة جدا بابني عليها واخده علمه حالتك الجيل متاع تاوسين الحقه كاس امم مفرقية 2013 لحد دلوقتي احنا مهاناش احنا اخر جيل برفعة بصالح جمعة بكهربة حالتك بموس طبعا هم الجيل اللي خاد بكاس كل دول حالتك روحت بيهم كاس علم روحنا بيهم كاس علم في تركيا تركيا اه اتغربنا ماتشين وكسبنا انجلتيرا 2-0 اخر ماتش كان عرفي له هدف واحد بس وبحايتك قصة سكرفانهاص دي الفضل الله من الشغل مصر مليانة ماينفحش مئة وخمسة مليون يا كابتن تقولي مافهاش باكريت ماينفحش مافهاش باكريفت ماينفحش بس الناس بتاخد على الجهاز ماينفحش لأ هو حسب شخصية المدرب وحسب كفاية المدرب مافتكرش ان المدرب نهار دا كبيت بحاكم المدرب يبقى موجود اللي بيخاف على المصلحة عاوز يكسب عاوز يكسب فكل واحد وليه وجهات نظر في الاختيار اختيارات دي عكبت المصطفى بقى وجهات نظر نعم بتتخصص في شغل في وظائف في أجيبات هجومية وأجيبات دفاعية في الشخصية في الملعب فده بيختلف عنده عنده في الحتة دي انما مافتكرش انه مدرب النيجي النهار دا يظلم عشان عاوز يكسب وعاوز يحاق نتائج كويسة فبيخار افضل العناصر اللي تقدر تخدمه في الماتشات اللي بلعبها او التصفات اللي بلعبها طيب انت قلت قبل كده في تصريح ان انا بابات قدام قوضة صالح جمعة وكهرباء اه طبعا ليه لا هو انا كنت بعمل ايه يا كابتن انا عشان عارف طبيعة اللعب المصري هو العالية صعبة جدا العالية لازم تنقلها من الهواة للاحتراف حتى لحد الوقت ان ده في نسب عاليتها مع ان فيه احتراف من سنة التسعين هل فيه وتن عشرين العالية هواة يعني حاوز يمت مرة نمش بسرعة سهران سهران لا ده لازم يقعد في النادي وانا في النادي وحسب نفسه كنت انا في الطرقة عشان قدامه لوه ده اخد قوضة في وسط اللعب عشان لو سمح صوت عالي عشان وكنت بقى طب اللي بنقطه من الشباج فكنت انا بريح شوية واخلي واحد معايا كنت واخده ينام في الطرقة عشان الانضباط لانا وصلت انا وصلت يا كابتن كاس الامم وبعدين كاس عالم وصلنا ناخد كاس الامم وبيلي خطوات وانا عايح حافظ الولاد دول الشياطين معلش دول تلات اول يعني حدش درع جمعة بس لو انت بالشاي فيه وانه هبقى لعباك وانسين مكنش عملت كده لأ نجوم طبع وصلوني وخدوا بطولة فاصعب بطولات في الظروف صعبة جدا يا كابتن فكنت ببايت واحد في الطرقة فالقيته بيخبط عليك وانا قلت انا بنام ساعتين واقوم بقى انا في الطرقة ليه حاجاتها معانا بعملها وفي نفسها ترقب الموقف وقيته بيخبط بيقول لي يا كابتن انا مش هادر عالعيف مش هادر اياها قال لي يا كابتن انا بيطلع واللي بعد يجيب بيبسي ويشبسي نعم واللي ماشي في الطرقة مش هادر فيه روح تاين بقى مسكت طبعا كان صالح صغير وكهرابر ازاي وقلبت الدنيا وقلت له انا قاعدة هول نتعتكم انا يا فرقيا بكرة انا يا فرقيا انتوا وقدرت ان انا اعمل اه قولوا عليهم فضل الله تعالى ونظموا وري وعلى المهم كويس قوي ويرضوا وخدنا الكاسب فضل الله تعالى ربي امكن انت فتحت النار مرة على اتحاد الكرة وقلت انها سبوبة ثلاث مدربين هما اللي بلفوا على المنتخبات سواء الناشئين او الفريق الكبير ايه صحة الكلام ده اوقف فيها عوات كتير جدة انا يا كابتن انه يعني لو انت ماشي بمبدأ العد والاختيار والتسلسل والنظام والمصلحة انا ربي حسين جي من الجزائر واخد كاسة فرقيا 2013 فين انا عدت في البيت بعد كده عدت في البيت عدت ما انفحش واحد كاسة فرقيا ومن مين يعني لما تقعد النار ده توزن وتقيس المدرب وتقعد تقيمه فنين يا كابتن انا اوخد الكاس ده من الجزائر في الجزائر نعم ومن غانا مرتين وناجيريا وكلهم الناشئين بتقعدهم بيوصلوا الكاس عالم والشاباب حضرتك النار ده هم اللي مقصرين الدنيا دي حقيقة فلاقصودوا انك اتخدت دوري زي زي احد فبس ده ده اللي انا اقوله وفي نفس الوقت ان الناس تدور على المصلحة مصلحة مصر فوق الجميع طب انت شايف فرصة ربيع ياسين ازاي ان يوصل زي ما الناس التانية وصلت المنتخبات هل لازم تدادى على ده وتكلم على ده ولا انت بتفكر لا انا بحطة المدلسة وما نفسي وخلي بقى حياتك انا كل اللي حقاته في النادي الاهلي بفضل لاسة وما نفسي ومساعدة زملائي والمدربين دي حقيقة وانا مدرب بحطة المدلسة ونفسك المدرب حدش جاملني خالص يعني انا شايف عشان كده بقولك انت اتزالنت في حده المنتخب اذا ما شايف يعني بروح انا اهمني ان انا اشتغل وعندي وشغلي وبحاول وفي نفس الوقت حسب ما لكن الحتة اللي عندنا في مصر التدريبية ان كل واحد بيلي واحد بيزوقه بيحطه بيصعد دي واحد حبيبه بيحطه دي هي دي هي النقلات لان في حضرتك ناس كتير جدا مسكت المنتخبات او مسكت الاندية بدون دراساتك ربيع ياسين انا اعتزلت 92 حدتك حدت وخدت دراسات كتيرة جدا ونظمت وقعدت عشر سنين اشتغل في المنتخبات بيحطة مصر عشر سنين خدت مين الفرع كنت متوليها لا خدت مسكت سموحة مسكت أسوان مسكت المريخة بروسعيدة مسكت دامنهور مسكت طنطة مسكت المعادل عشر سنين اتعلم وايه بدون امكانيات بفضل ومع الدراسات شكرا هي دي الدراسات متاحت فقدر تنظم امور لما مسكت المنتخب حققت بيه بطولة افريق بدأت تطبق عليها حاجات دي كلها خلاص يا كابتل ما انا المنتز بيه دا صعب جدا بيقلي اللي اللي كنت بشتغل فالقصود ان انا خدت خبرات وتعلمت عملي ونظري وبأي دورة بدخلها خدت ال A وال B وال C وخدت اي حاجة كل الشهادة كل خضائيا مع ان انا كنت لعب عادت عليها مواقف ممكن تفيدني في الشغل التدريبي بنيلها للعيد فالقصود ان حاجات دي كلها كانت تساعدني لكن عندنا النقلة التانية كانت متاعت مش متاعت كفاح ولا جهد ولا علم ولا خبرات لا حاجات تانية فهلاوة طبع هنسميها فهلاوة مساعدات خارجية